الرئيس السيسي يبحث مع رئيس مجلس الأوروبي جهود مصر للتوصل إلى وقف دائماً لإطلاق النار في السودان الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ويؤكد تشبيع جهود إيجاد حل سياسي شامل ومستدام يحافظ على وحدة اليمن رئيس الوزراء يكشف عن تخصيص عشرة مليارات جنيه لقطاع السياحة ضد مبادرة دعم القطاعات الانتجية ليصل إجمالي التمويل إلى 160 مليار جنيه للقطاعات المستهدفة سنسلكم مساء بتوقيت القاهرة نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم إلى كليفزيون المصري أهلاً بحضراتكم تلقى الرئيس عبد الفتاح أسيسي اليوم انتصالاً هاتفياً من رئيس المجلس الأوربي تشعر المشال وقال المتحدث باسم رئاسة البمهورية إن الاتصال تناول عدداً من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي على رأسها تطورات الأوضاع في السودان حيث أعرب رئيس المجلس الأوروبي عن بالغ القلق تجاه الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية المتدهورة وتأثيرها على المدنيين والجاليات الأجنبية مشيراً إلى أهمية الدور الذي تقوم به مصر لدفع جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتهدئة الأوضاع في السودان وأضف متحدث الرئاسة أن رئيس السيسي أكد دعم مصر الكامل للشعب السوداني الشقيق في الأزمة الخطيرة التي يمر بها وعرض مستجدات الجهود التي تطلع بها مصر من أجل خفض التصعيد والتوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار والاتصالات التي تقوم بها في هذا الشأن على أطراف الفاعلة على جميع المستويات إقليمية ودولية وفي هذا السياق أكد الرئيس السيسي أهمية تكثيف الجهود لتفعيل المصار السياسي والحوار السلمي بما يدفع في اتباه عدة الاستقرار والأمن ويراعي المصالح العليا للشعب السوداني الشقيق استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس المجلس القيادة الرئاسية بالجمهورية اليمنية رشاد العليمي قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية نار رئيس مجلس القيادة اليمني قام بإطلاع الرئيس السيسي على مستجدات المشهد اليمني والجهود الجارية من أجل التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية مؤكدا تقدير بلاده للموقف المصري الداعم للشعب اليمنية استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء الأخوية بين السيد الرئيس ورئيس مجلس القيادة اليمني شهد قيام الدكتور رشاد العليمي بإطلاع السيد الرئيس على مستجدات المشهد اليمني والجهود الجارية من أجل التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية من جانبه أكد السيد الرئيس قوات العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين والموقف المصري السابت إذا أدعم وحدة وسيادة الدولة اليمنية وسلامة مؤسساتها الوطنية وتشجيع كافة الجهود الرامية لإيجاد حل سياسي شامل ومستدام بما يحافظ على وحدة البلاد وتماسك مؤسساتها الشرعية أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي التزام الحكومة بتحقيق مستهدفات الموازنة الجديدة خاصة الوصول إلى فائض أولي من الناتج المحلي الإجمالي وخفض عجز الموازنة مع توسيع شبكة الحماية الاجتماعية والتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية يذلك خلال اجتماع لاستعراض مستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2023-2024 حيث وجه مدبولي بضم قطاع السياحة إلى مبادرة دعم القطاعات الانتاجية التي تشمل حاليا قطاعي الصناعة والزراعة في هذا صدد تم التوافق على تخصيص عشرة مليارات جنيه لقطاع السياحة ضمن هذه المبادرة ليصل إجمالي التمويل إلى 160 مليار جنيه للقطاعات الانتاجية المستهدفة استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي نتائج الدراسة الاقتورية لمنظومة التأمين الصحي الشامل التي أعدتها وزارة المالية قال مدبولي إن الحكومة تهدف إلى استدامة منظومة التأمين الصحي الشامل وهو ما يؤكد أهمية الدراسة الاقتورية التي تحدد المسار الأكثر توافقا مع مستهدفات الدولة في امتداد المنظومة وتحقيق رؤية القيادة السياسية في ضغط الجدول الزمني لإنجاز المشروع قال المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه سيتم تقديم التوقيت المتبع حاليا بمقدار 60 دقيقة اعتبارا من غدن الساعة الثانية عشر من صباح يوم الجمعة الموافق الثامن والعشرين من أبريل 2023 حتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر القادم الموافق 26 من أكتوبر 2023 وأضاف أنه وفقا للقانون الصادر مؤخرا في شأن إقرار نظام التوقيت الصيفي ستكون الساعة القانونية في مصر هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار 60 دقيقة انطلق اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني لاستكمال تجهيزات تبدء الحوار والمقرر انطلاقه يوم ثلاثة من مايو القادم كان المنصق العام للحوار الوطني دير أشوان قد أوضح بأن هذا الانعقاد يأتي في ظل الأزمة الكبيرة التي يعانيها السودان الشقيق وانشغل الرأي العام المصري بها وتركيز الدولة المصرية على حلها سلميا ومعالجة أثارها العديدة نحن في مراحل النهائية للتحضير قبل انطلاقه مباشرة والموعد بتاع الانطلاق يمكن تقرر بالفعل وفي تقدمات واسعة حصلت في كذا مساحة يمكن كل حاجة تخص هيكل الحوار أجندة الحوار المشاركين بتخلص بشكل نهائي النهاردة يمكن متبقي أسماء النهائية للمشاركين وعلى جنب تاني يمكن لقينا استجابة رئاسية من أول مطلب يطلع من مجلس الأمناء بالأمر الخاص بمد فترة الإشراف القضائي على الانتخابات فبالفعل في تطورات ونتائج ملموسة حصلت في حاجات تتحققت والحوار لسه ما حصلش بمعنى انه مجرد الناس بتقعد مع بعضها دا إنجاز مجرد الناس تتناقش في قضايا لم تكن بتتناقش فيها دا إنجاز مش الأفراد اللي هم 19 بتقعد مجلس الأمناء زي المنسق العام ورئيس الأمنة الفنية لا أنا بتكلم هنا على القوى السياسية المختلفة لم حدتش كان بتكلم في السياسة الفترة طويلة بسبب التحديات الكتيرة ومنها الإرهاب وبالتالي حينما يجلس الناس ويتناقشون ويتبادلون الأفكار ويحتدون في النقاش ثم يصلون إلى نقاط وسط فده في حد ذاته شيء جيد ينضم إلينا مشاهدين مراسل التلفزيون المصري من مقر الأكاديمية الوطنية لتدريب مدينة السادس من أكتوبر ليطلعنا على أبرز ما جاء في اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطنية باسم أبو العنين باسم تسمعوني خير نعم باسم بعد التحية يعني كنا نتحدث عن أبرز المحاور التي جاءت في اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني بالتأكيد لديك الكثير من التفاصيل لتطلعنا عليها تفضل باسم مساعدة الأولى النهاردة في دور انعقدة جديد من الحوار الوطني بدعوة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أجندة الزخمة في ظروف استثنائية دولية النهاردة السيد المنصق العام ضياء رشوان أصرح بأن الأجندة مليئة بالملفات المحلية والملفات الإقليمية التي تهتم بها الدولة المصرية وفاد بأن مجلس أمناء الحوار الوطني في حالة انعقاد دائم في هذه الفترة تمهيدا لبدء فعاليات الحوار الوطني إن شاء الله المقرر لها يوم 3 من شهر مايو المقبل زي ما قلنا أن دول انعقاد يأتي في ظل الظروف استثنائية حسب ما صرح المنصق العام للحوار الوطني فيما يخص تحديدا الأزمة المشتعلة في السودان واهتمام الدولة المصرية بالوصول إلى حل سلم لهذه المشكلة مع الأشقاء في السودان وتهدئة كافة الأطراف في السودان طبعا برضو تهتم الدولة المصرية بما يترتب على المشكلة أو بما ترتب على المشكلة التي تلقي بغلالها في السودان أهمها طبعا على رأس أولويات الدولة المصرية هي إجلاء الرعاية المصريين المتواجدين في السودان الشقيق وعلى صعيد آخر برضو توفير ملاذ آمن لجميع الجنسيات العلقة في السودان للمرور إلى أراضي جمهورية مصر العربية ومن ثم انتقالهم إلى بلدانهم المختلفة وطبعا برضو الترحيب بكافة الأشقاء السودانيين النازحين واستقبلهم في وطنهم الثاني جمهورية مصر العربية أفد معنا السيد جمال الكشكي الصحفي بأن تم الوصول إلى اللمسات النهائية والتصور النهائي للجلسات الافتتاحية اليوم الأول للحوار وتم الاتفاق على من سيكون مسؤول عن اللجان النوعية المختلفة ومن سيتحدث في اليوم الأول في هذا اليوم نعم بالتأكيد باسم نحن في انتظار يوم الثالث من شهر مايو المقبل انطلاق جلسات الحوار الوطني مراسل التلفزيون المصري من مقر أكاديمية الوطنية للتدريب كنت معنا باسم أبو العنين شكرا لك ذكرت وزارة الخارجية أنه تم نقل أعضاء البعثة الدبلوماسية والكنسولية والمكاتب الفنية التابعة للسفر المصرية من الخرطوم في إطار إعادة تمركزها في موقع آخر بالسودان حتى تتمكن من ممارسة أعمالها ومتابعة عمليات تنفيذ خطة إجلاء المصريين بالسودان وفقا لما تقتضيه الظروف وأوضحت الخارجية أن جهزة الدولة المعنية مستمرة في تقييم الوضع الأمني في السودان على مدار الساعة وتنفيذ الخطة الموضوعة لعملية إجلاء المواطنين بما يضمن إعادتهم إلى أرض الوطن بشكل آمن مع مراعاة الأولوية القصوى لسلامة المواطنين والعودة الآمنة إلى أرض الوطن ثمن مجلس أمناء الحوار الوطني دعوة مصر للتهدئة في السودان وجهود الدولة في إجلاء المواطنين المصريين من السودان وقال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني طلعت عبدالقوي أن المجلس يؤيد مبادرة الرئيس السيسي لأن تكون هناك تهدئة في السودان استقرار السودان جزء من استقرار مصر ونحن طبعا بنشيد بتدخل الرئيس عفتاح السيسي بشأن قضية السودان وبشأن الأزمة السودانية وطبعا حرصه على أنه يتم إجلاء المصريين من السودان بطريقة آمنة وأيضا عدد من الرعاية من الدول الصديقة أيضا نحن ندعو في مجلس أمناء ونؤيد رؤية الرئيس في أن يكون هناك تهدئة وفي هناك حوار بين القوى المتنفسة والقوى التي بينها وبينهم بعض مشاكل نتمنى أن هذا يتم في أخرى بوقت ممكن قال مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير أسامة عبدالخالق إن مصر حريصة على حقن دماء الشعب السوداني شقيق وخلال كلمته في مجلس الأمن أوضح عبدالخالق أن مصر تعرب عن الأمل في وقف العدائية واللجوء إلى الحوار في السودان مؤكدا أن استمرار الاشتباكات المسلحة في السودان مدعاة للقلق وخلال الكلمة أضاف عبدالخالق أن مصر تشدد على ضرورة الوقف الفوري والعام والشامل لإطلاق النار بداية تعرب مصر عن تضامنها التام والكامل مع الشعب السوداني الشقيق في أزمته الحالية والتي تفاقم من الأزمات المركبة والمتتالية التي عانى منها السودان على مدار سنوات عدة وتؤكد مصر استعدادها الدائم لتقديم كافة أوجه الدعم للخروج من الأزمة الراهنة والعودة بالسودان إلى مصار التهدئة والحوار السلمي حقنا لدماء الشعب السوداني الشقيق كما تعرب مصر عن بالغ أسفها لسقوط ما يتجاوز المئات من الضحايا والمصابين جراء الاشتباكات المسلحة في السودان وأكثرهم من المدنيين من الشعب السوداني الشقيق إن استمرار المواجهات المسلحة والخرق المتكرر لإعلانات وقف إطلاق النار مدعاة القلق العميق حيث يعرض ذلك حياة المدنيين السودانيين ومواطن الدول الأجنبية المقيمين في السودان إلى الخطر ويؤدي إلى تظهر متسارع للأوضاع المعيشية الصعبة في السودان إلى ذلك قال الأمين العام لجمعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أنه بعث هاتفيا مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراين طه الوضع في السودان وأضاف أبو الغيط أنه اتفق مع أمين عام منظمة التعاون الإسلامي على ضرورة توقف الأعمال العسكرية في السودان لأنها تهدد حياة المدنيين الأبرياء وتهدم مباني الدولة والممتلكات الخاصة قال البيت الأبيض إن أمريكيا ثانيا لقي حثه في السودان في ظل العنف بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع وخلال تصريحات صحفية قد المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي أن العنف تراجع بشدة في السودان مضيفا أن الولايات المتحدة تعملوا بنشاط لتسهيل إجلاء عدد صغير من الأمريكيين الراغبين في مغادرة البلاد وصلت دفعة جديدة من المواطنين المصريين من السودان إلى مطار شرق القاهرة بعد أن نجحت سلطات المصرية في إجلائهم ذلك تنفيذا لتوجهات الرئيس السيسي هذا وقد أعلنت توزرة الخارجية أنه تم إجلاء 446 مواطنا بالسودان عبر الإجلاء البري و189 آخرين بالإضافة إلى مواطن سوداني في حالة صحية حرجة من خلال الإجلاء الجوي وذلك بالتنصيق مع السلطات السودانية ليصل بهذا عدد من تم إجلاؤهم حتى الآن 1539 مواطنا للوصول إلى هذا الموقع ميناء ومعبر أرقين البري الحدودي بين مصر والسودان عليك أن تتبع عدد من الخطوات التي وضعتها جهود الدولة المصرية المتمثلة في وزارة الخارجية المصرية التي وضعت خطوطا ساخنة لنقل وإجلاء الرعاية من المواطنين المصريين والسودانيين وغيرهم من الجنسيات الأخرى في التنصيق والمتابعة مع السفارة المصرية بالخرطوم وأيضا القنصليات سواء في بور سودان أو في مدينة وادي حلفة التي تبعد 60 كيلو متر من هذا الموقع الذي نتواجد فيه الآن على كل من يرغب في مغادرة مدن وأراضي السودان وانتباع هذه الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية والمتمثلة في عدد من الأجهزة والوزارات لنقل الرعاية سواء من المصريين أو السودانيين أو غيرهم من الجنسيات في إطار جهود الدولة المصرية لتنفيذ خطة إجلاء المواطنين المصريين في السودان مع استمرار الدبلوماسية المصرية في الخرطوم وقنصليتي الخرطوم وبر سودان والمكتب القنصلي في وادي حلفة التنصيق مع المواطنين مع وصول المواطنين من الحدود السودانية إلى معبر أرقين البري الحدودي بين مصر والسودان تبدأ على الفور عملية التوطيق وتسهيل الأوراق لتسهيل عملية الانتقال فيما يخص المواطنين وتأكد من التأشيرات وأيضا أوراق التوطيق للانتقال إلى الحافلات التي تخرج على الفور في مقاصد ووجهات مختلفة لكل المواطنين القادمين من الأراضي السودانية سواء مصريين أو سودانيين أو غيرهم من أصحاب الجنسيات المختلفة هنا بين حجرات معبر أرقين توفر الدولة المصرية العديدة من الخدمات لتسهيل عودة المصريين العائدين من الأراضي السودانية من خلال متابعة عملية التوطيق والتأشيرات قبل أن يستقل المواطنون الحافلات للخروج من معبر أرقين البري الحدودي بين مصر والسودان تأتي مرحلة المساعدات الطبية والإنسانية التي يقدمها الهلال الأحمر المصري في شكل مساعدات طبية وإنسانية عن طريق إقامة مركز إغاثي طبي وأيضا الفرق الطبية المتحركة من خلال تجهيز فريق بمجموعة من الخدمات الإغاثية يأتي دور الهلال الأحمر المصري في تقديم المساعدات الإنسانية وحقائب النظافة الشخصية وخدمات النقل بالإضافة لمجموعات الدعم النفسي وإعادة الروابط الأسرية بتوفير وسائل الاتصال بينهم بالانتقال إلى هذه الحافلات التي تقف من خلف الآن ومن ثم التحرك في خطوط سير محددة بالاتجاهات المختلفة إلى الأماكن والمحافظات التي يقصدها المواطنون القادمون من مدن السودان بالتنصيق مع السلطات السودانية والسلطات المصرية سواء من المصريين والسودانيين أو من غيرهم من الجنسيات الأخرى مع سعود المواطنين إلى الحافلات يتم نقلهم من المعبر لأقرب مكان وصول أو محطات قطار أو محطات أوتوبيس وأماكن تمرقز ومواقف السيارات إلى جميع وجهات المحافظات هذا وتتواصل عمليات نقل الجليات والبعثات الدبلوماسية من السودان حيث تم إجلاء نحو 1687 شخصا من أكثر من خمسين دولة على متن سفينة متجهة إلى مدينة جدة السعودية ذلك في أكبر عملية إجلاء من نوعها تنفذها المملكة حتى الآن هذا بينما أعلنت ألمانيا اكتمال مهمة الإجلاء من السودان مشيرة إلى أنها ساهمت في نقل أكثر من 700 شخص خارج السودان من بينهم 100 مواطن ألماني ومن جانبها أعلنت وزارة الداخلية البريطانية أن نحو ألف جندي بريطاني يشاركون في عمليات إجلاء الرعاية البريطانيين وأعلنت الصين من جانبها إجلاء أكثر من 300 صيني إلى الدول المجاورة نشيرة إلى أنها تعمل على إجلاء نحو 800 صيني من السودان قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تدرس أدهانم قال إن 16% فقط من المرافق الصحية تعمل في السودان مضيفا أنه يتوقع المزيد من الوفيات في السودان في ظل نقص الخدمات يتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الهلال الأحمر السوداني أن المستشفى تعاني بسبب شح الوقود وأن الوضع أصبح كارثية وأضف الهلال الأحمر السوداني أن الهدنة هشة وأن المسارات الأمنة غير واضحة ولا معلومة كما أشار إلى أن حركة النزوح من الخرطوم مستمرة وأن سلاسل الإنتاج متوقفة وأن شد الهلال الأحمر السوداني طرفي النزاع الالتزام بالقانون الإنساني الدولي ومتابعة للأوضاع عند معبر أرقين وتواصل عبور القادمين من السودان ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصرية رامي محمد من أمام معبر أرقين محمد رامي هل تطلعنا على آخر المستجدات عندك أعداد الداخلين من السودان والجنسيات والإجراءات المتبعة في معبر أرقين تحية لك ولكل متابعين من معبر أرقين البري الحدودي الذي يربط بين مصر والسودان ولا تزال حتى هذه اللحظة عشرات الحافلات القادمة من الأراضي السودانية تتوافد على معبر أرقين وتحمل أعداد كبيرة من الوفدين والقادمين من المدن السودانية ولو تحدثنا عن عدد هذه الحافلات التي بلغت أكثر من 300 حافلة وهي السعة الخاصة بمعبر أرقين في خلال الأيام السابقة وتحديدا ثلاثة أيام السابقة ولو تحدثنا أيضا عن الأعداد التي وفدت إلى هذا المعبر حتى الآن والتي بلغت أكثر من ثمانية آلاف وافد سواء من المصريين والسودانيين وغيرهم من أصحاب الجنسيات الأخرى وأخرهم وافد وفوج كبير جدا من دولة جنوب إفريقيا ولو تحدثنا أيضا عن الإجراءات والخطوات التي تتبع هنا داخل معبر أرقين البري منذ الوصول سواء من الوافدين المصريين وغيرهم تقوم الإدارة هنا وجميع المكاتب بتسهيل عمليات إجراءات الدخول وتأكد من أوراق التأشيرات وأيضا التوثيق ومن ثم تبدأ عملية أخرى وهي المشهد الغالب هنا على جميع الحضور هو المشهد الإنساني والذي يقدم من خلال الدور الكبير للهلال الأحمر المصري في تقديم الكثير من المساعدات الطبية والإسعافات الأولية وأيضا الوجبات الجفة وأيضا العديد من الدعم النفسي والأسري لجميع من حضروا هنا ولو تحدثنا أيضا عن قيام عدد من الفرق الطبية المتحركة وإقامة مركز إغاثي كبير لدعم جميع الحضرين والقادمين من الأراضي السودانية هذا المشهد الإنساني هو السماء الغالبة على هذا الحضور وربما من خلال حديثي مع الكثير من المواطنين المصريين والسودانيين تحدثوا عن حالة الرضا والقبول لما يقدم من مصر في هذا المعبد ورامي عن المساعدات الطبية والخدمات المقدمة لقادمين من السودان تطلعنا على حالات الوفدين وهل هي مساعدات لدعم نفسي أم هناك حالات صحية تحتاج إلى رعاية طبية بالفعل تنوعت هذه المساعدات سواء بالإسعافات الأولية أو أيضاً بالحالات الحرجة التي تأتي من السودان على الفور تقوم هذه الفرق المتحركة هناك تنوع في الجهود والمساعدات ما بين المركز الإغاثي الثابت وأيضاً الفرق التبية المتحركة التي تأتي على الفور لأي حالة تحتاج إلى إسعافات أولية أو إلى حالات حرجة وتحتاج مساعدات طبية كبيرة لكن لو تحدثنا أيضاً عن الدعم النفسي لمن فقدوا الأسر لمن أتى بدون إخوته وأبائه وأسره تقوم على الفور هذه المساعدات تقدم له الدعم النفسي وأيضاً الدعم الأسري من خلال التواصل التليفوني مع الأسر وأيضاً إخبار الأسر سواء من من هم موجودين في مصر أو في السودان أو في أي دولة أخرى يتم التواصل بين من يفد إلى هنا ومع أسرهم في أي مكان للإطمئنان عليهم وتحقيق هذه الحالة من الرضا والقبول من قبل جميع الحضرين والقادمين من دولة السودان ماذا أيضاً عن الإجراءات الإدارية واللوجستية في استقبال الوافدين من غير المصريين وهل لهم وجهات معلومة هل لهم مقار إقامة أم الدولة تقدم لهم المساعدة في هذا المجال نستطيع أن نقول الإجابة على هذا التساؤل المهم من خلال الخطوات التي تتم هنا داخل المعبر لو تحدثنا عن بداية الدخول للتوثيق والأوراق والتأشيرات وهي بالفعل يمكن الخطوة المهمة والأولى والتي يرغب جميع الوافدين من غير المصريين في القيام بتسئلات كبيرة بهذه الخطوة تحديداً وبالفعل حالة الرضا وحالة الأمان والطلب بأن تزداد هذه التسئلات يوماً بعد الآخر ثم نأتي إلى الخطوة المهمة بعد المساعدات الطبية هي الوجود إلى الحافلات أو التوجه إلى الحافلات التي تقل المواطنين سواء من المصريين وغيرهم من السودانيين وأيضاً أصحاب الجنسيات الأخرى إلى أماكن تمركز السيارات للانتقال إلى جميع الوجهات التي يقصدونها سواء بالمحافظات القريبة أو البعيدة أو إلى محطات الأوتوبيس أو محطات القطارات هذه الحافلات التي توفرها الدولة المصرية تقدم الكثير سواء المصريين وغيرهم للانتقال إلى الأماكن التي يريدونها أو الاتصال وأيضاً المباشرة مع أسرين في أي مكان موجودين فيها أشكرك رزيل الشكر على كل هذه الإفادة مرسل التلفزيون المصري رامي محمد من أمام معبر أرقين شدد وزير الخارجي روسي سرقيل لفروف على أنه لم يعود من الممكن إيقاف التحول إلى عمليات التسوية بالعملات المحلية التي تتجاوز الدولار وأشار لفروف إلى أن دولرة الاقتصاد العالمي تفيد أطرافاً دولية دون أخرى كما أوضح لفروف خلال مطور صحفي عقب زيارة لنيويورك في إطار الرئاسة موسكو لمجلس الأمن الدولي أن الأمريكيين بدأوا عملية إزالة الدولارة بأنفسهم مضيفاً أنه يجرى الآن تحليل هذه العملية بشكل خاص قبل المحللين السياسيين والاقتصادين الأمريكيين لخلق عميق وقال لفروف أن مستقبل النظام المالي العالمي للعملة بما في ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لم يتضح بعد حذر كريملين من أن روسيا قد توسع قائمة الشركات الأجنبية المستهدفة بمصادرة مؤقتة لأصولها في روسيا يأتي ذلك غدا تتوقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمرسوم وفق فيه على الاستلاء على مجموعتين فارتم ويونيبر وقال الناطق باسم الكريملين ديمتري بيسكوف لصحفيين أنه إذا لزم الأمر قد يتم توسيع قائمة الشركات وتستهدف التوسعات إنشاء صندوق تعويضات للتطبيق المحتمل لإجراءات انتقامية ضد المصادرات غير القانونية للأصول الروسية في الخارج قدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطانيو جوتيريش اقتراحا من أجل إتاحة تمديد الاتفاق الخاص بصادرات الحبوب الأوكرانية سلمان جوتيريش وزير الخارجي روسيسر جالافروف رسالة إلى رئيس فلاديمير بوتين تحدد خطوط طريق تم اقتراحه من أجل تحسين وإطالة وتوسيع الاتفاق الذي سمح منذ يوليو الماضي بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود رغم الصراع لا تزال تداعيات الأزمة الأوكرانية بكل أبعادها تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي خاصة أسعار الغذاء هنا في المجر كانت تأثير بشكل آخر حيث تسببت أزمة تصدير الحبوب الأوكرانية في تكدس المحصول مما دفعها للبيع بأسعار أرخص لدول الجوار مما أثر على المزارع المجري فالعملية العسكرية الروسية جعلت من الصعب على أوكرانيا شحن نفس القدر من الحبوب والبزور الزيتية عبر موانيها في البحر الأسود مما أدى إلى تحرك كميات كبيرة عبر أوروبا الشرقية على متن شاحنات وقطارات الاتحاد الأوروبي أعفى الحبوب الأوكرانية من الضرائب الجمركية سعياً لفتح مسارات للمساعدة في تسهيل عبورها مما أصار انتقادات بين المزارعين المحليين للمنافسة غير العادلة لم يكن التجار يبحثون عن الضراء المجرية لأنهم لم يكنوا متأكدين من جودتها كما أن المنتاجات المجرية أغلى ثمنة ونظراً لبديل أرخص فقد لقوا إلى الخيار الأكثر فعالية من حيث التكلفة السوق الأوروبي ليست مكتفي ذاتياً في الضراء لذلك كانت الضراء الأوكرانية موجودة تقليدياً هناك السؤال هو ما إذا كانت الطرق اللوجستية ستذهب أبعد من مجال الانتاج المجارية أم أن شيئاً منها سيتوقف هنا الواردات الأوكرانية غيرت الوضع لأنها جاهزة للبيع بأي سمن لقد أصر ذلك على عملي بشكل سيء لا أستطيع أن أقول أن هناك خسائر لأنني في البداية بعت بشكل جيد نسبياً لكنني خسرت أرباحاً مقابل الكثير من المال البيانات الصادرة عن وزارة الزراعة الأوكرانية تظهر أنه منذ بدء الصراع تم تسليم ما يقرب من 17 مليون طن من المنتجات الزراعية الرئيسية في أوكرانيا عن طريق الشاحنات والقطارات وفي وقت سابق من هذا الشهر قررت بولندا حظر استيراد الحبوب والأغذية الأخرى من أوكرانيا من جانب واحد بينما أعلنت بولغاريا والمغر وسلوفاكيا حظراً على استيراد الحبوب والأغذية من أوكرانيا أكدت أكبر شبكة لبنوك الطعام في بريطانيا على أن عدد الطرود الغذائية التي وزعتها زاد بنسبة 37% إلى مستوى قياسي بلغ ثلاثة ملايين طرد في عام حتى شهر مارس الماضي أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة في بريطانيا تسببت في تزايد عدد السكان الذين يعانون منها الأزمة ألقت بظلالها القاتمة على أكبر شبكة لبنوك الطعام في بريطانيا حيث زاد عدد الطرود الغذائية التي وزعتها بنسبة 37% إلى مستوى قياسي بلغ ثلاثة ملايين طرد في عام حتى مارس الماضي شبكة ذات راسل تراست التي تدعم 1300 مركز لبنوك الطعام في أنحاء المملكة المتحدة أوضحت أن أكثر من مليون طرد غذائي جرى تقديمها للأطفال مشيرة إلى أنه على مدار عام لجأ ستونة وسبعمائة ألف شخص لأول مرة إلى بنوك الطعام التابعة لها وقد شمل ذلك أيضا زيادة غير مسبوقة في عدد الأشخاص الذين لديهم عمل لكن لم يعد بإمكانهم تحقيق التوازن بين دخلهم المنخفض وتكاليف المعيشة المرتفعة شبكة ذات راسل تراست ذكرت أيضا أن عدد الطرود الغذائية التي قدمتها في عام حتى مارس تجاوز ضعف الكمية السنوية التي وزعتها بنوك الطعام قبل خمسة أعوام ويعاني البريطانيون منذ أكثر من عام بسبب ارتفاع تضخم الذي تجاوز زيادات الأجور بالنسبة لجميع العاملين تقريبا كما أضر قدرة البريطانيين الشرائية بشدة وعلى رغم من انخفاض تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا إلى نسبة 10.1% في مارس الماضي ووفقا للبيانات الرسمية إلا أن أسعار الأغذية والمشروبات ارتفعت بنسبة 19.1% في مارس مقارنة بمستواها قبل عام مسجلة أكبر زيادة من نوعها منذ أغسطس من عام 1977 وبحسب البيانات الرسمية فقد ارتفعت أسعار السلع البقالة بنسبة 17.13% في أبريل مما يشير إلى أن معدل تضخم في بريطانيا هو الأعلى في غرب أوروبا استقبل رئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الكوري الجنوبي يونس عكول في واشنطن في اليوم الأول من زيارة دولة لدولة تستهدف تعزيز التحالف ما بين البلدين يناقش الرئيسان تعزيز تعاونهما بما في ذلك العسكري في مواجهة التهديدات النووية بشبه الجزيرة الكورية تستعد الولايات المتحدة لإرسال غواصة نووية إلى كوريا الجنوبية لتعزيز قدرة الردع في مواجهة كوريا الشمالية سيتم الإعلان عن نشر الغواصة المجهزة بصواريخ باليستية ذات قدرة نووية في إطار إعلان واشنطن وسيقر الإعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الكوري الجنوبي يونسو كيول والذي يزور الولايات المتحدة حاليا ذكرت وكالة تعص للأنباء أن أرمينيا قدمت شكوى لمحكمة العدل الدولية بشأن يقامت أذربيجان نقطة تفتيشا عند بداية ممر لاتشين ويعتبر هذا الممر هو الطريق الوحيد الذي يربط ما بين أرمينيا وأقليم ناغونو كارباخ هو أقليم معترف به دوليا كجزء من أذربيجان إلا أن غالبية سكانه من الأرمان أعلن البيت الأبيض عن مقتل العقل المدبر وراء هجوم انتحري بمطار كابل الدولي في أفغانستان أسفر عن مقتل 13 جنديا أمريكيا وعشرات المدنيين أثناء عملية إجلاء الأمريكيين على يد طالبان أضف البيت الأبيض أن حركة طالبان قتلت مسلحا تابعا لداعش الإرهابي وكان العقل مدبر وراء هجوم انتحري بمطار كابل الدولي يوم السادس والعشرين من شهر أغسطس من عام 2021 هذا وقد أشار البيت الأبيض إلى أن التفجير حدث أثناء قيام القوات الأمريكية بمحاولة مساعدة المواطنين الأمريكيين والأفغان في الفرار من البلاد في أعقاب سيطرة حركة طالبان على السلطة هناك أعلنت شركة آي سبيس اليابانية أن الشئة فشل محاولتها لينزال أول مركبة فضائية تابعة لشركة خاصة على سطح القمر جاء ذلك بعد فقد الاتصال بالمركبة هاكتو آر ميشن وان ام وان لما دفع الشركة لاستنتاج أن المركبة ارتطامت على أرجح بسطح القمر قالت الشركة في بيان لها أن البيانات التي تلقتها في اللحظات التي سابقت الهبوط المزمع أظهرت زيادة مطاردة في سرعة المركبة مما قاد المهندسين في مركز التحكم بالمهمة في توكيو لتقرير أنه لا يمكن تحقيق هبوط ماجح على سطح القمر أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عددا جديدا من مجلته بوصلة السياسات وهي إصدار غير ذورية تهدف إلى متابعة تطورات السياسات العامة المختلفة حول العالم هذا وقد جاء العدد الجديد بعنوان مراكز البيانات فائقة النطاق وأوضح المركز أن هدف هذا العدد من إصدارة بوصلة السياسات هو تسليط الضوء على سياسات المتبنى من جانب الدول في مجال جذب الاستثمارات لمراكز البيانات فائقة النطاق مع استعراض أنواع مراكز البيانات بجانب دوافع جذب الاستثمارات بهذا المجال فضلا عن جهزية الدولة المصرية لجذب الاستثمارات إلى مراكز البيانات تعقد تنسقية الشباب الأحزاب والسياسيين ورشة عمال بعنوان قانون الوصاية والمجلس الحسبي يأتي ذلك في إطار اهتمام التنسيقية بمناقشة أهم القضايا التي تهم الشارع المصري التي تم تناولها في دراما رمضان هذا العام تناقش الورشة عدة محاور تتضمن رصد التحديات التي تواجه الأمهات والأطفال فيما يخص الولاية بكافة أشكالها ونتائج السلبية من ذلك بالإضافة إلى إلقاء نظرة حول التشريعات المنظمة لعمل المجلس الحسبي وترتيب الوصاية على الأطفال ومناقشة علاقة النص الشرعي بالقانون الحالي ذلك بهدف الخروج بتوصيات تشريعية وتنفيذية يمكن من خلالها مجابهة هذه التحديات ونتائجها تتواصل الاحتفالات بالذكرى تحرير سيناء حيث شهدت مدينة العريش وضع الظهور أمام قبر الجندي المجهول وامتدت الاحتفاليات أيضا إلى ابتتاح عدد من المشروعات هناك عرفانا بالجميل وتخليدا للذكرى توضع الظهور وتعزف الآلات الموسيقية التحية العسكرية أمام قبر الجندي المجهول بمدينة العريش احتفالا بذكرى تحرير سيناء الحادية والأربعين وعودة جزء غال من الأرض لأحضان الوطن استطاعت الحكومة المصرية وتحت رئاسة السيد الرئيس عبد فتاح السيسي أنه يحلوا مشكلة سيناء بالنسبة للمياه وإحنا فعلا زي ما حضرت كلكم عارفين أن السيد الرئيس افتتح محطة معالجة مياه بحر البقر وهذه المحطة بتنتج يومي 5.6 مليون متر مكعب في اليوم ده طبعا رقم كبير إن شاء الله هذه المياه كفيلة بأنها تزرع حوالي 456 ألف فدان الاحتفال في هذا اليوم له طبع خاص ليس لأبناء سيناء فقط وإنما إلى جمهورية مصر العربية عامة لأننا رأينا الكثير والكثير من أبناءنا من أبناء الوادي في حرب 73 ضحوا بأرواحهم الغالية من أجل تحرير هذا التراب الغالي فنقول لهم اليوم إن أبناءكم لم يموتوا فهم في ذاكرة التاريخ حتى قيام الساعة الاحتفالية لم تتوقف عند وضع إكليد الظهور فقط بل شاملت افتتاح عدد من المشروعات وأولها بقطاع التعليم الذي شمل مدرستين تجريبيتين تم إنشاؤهما جديدا بالإضافة لتخريج عدد من الممرضات القابلات وتكريمهن مدرستنا هنا مدرسة متميزة رسمية متميزة لغات ودي أول مدرسة تتعامل في الحي ده يعني عايز أقول لك في الناس كتير قوي كانت مستنية حاجة زي كده فهي دي الاختلاف بتاعنا أي مدرسة تانية إن الناس كانت مستنية حاجة زي كده تتفتح هنا بنشارك في احتفالات تحرير سيناء ودي حاجة أسعدتنا كلنا إن إحنا نبقى موجودين على الأرض هنا تاني حاجة إحنا في فترة أعياد وأفراح النهاردة الفعالية بتاعتنا بنشارك بحفل تخرج الدفع التانية من تدريب القابلات ده التغيير اللي إحنا طالبينه دلوقتي القابلات دي اللي هي بتقوم بعملية التوليد غير الأطباء عيد تحرير سيناء لم يعد يقتصر على الاحتفالات فقط بل أصبح يشتمل على تنمية في شتى المجالات من خدمية وتعليمية وصحية تعمل على خدمة المواطنيين والارتقاء بحياتهم وأمور معيشتهم كريم بيبرس التلفزيون المصري المزيد مشاهدين ينضم إلينا من العريش مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس كريم يعني اطلعنا وتابعنا على التقرير التي قمت بإعداته مشكوراً عن احتفالية الأشقاء في أهلنا في العريش وسيناء في الاحتفالات الخاصة بعيد تحرير سيناء بالتأكيد لذلك أجواء أخرى لم تذكر في التقرير الممكنك أن تطلعنا عليها تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين وكل عام والشعب المصري بخير بمناسبة عيد تحرير سيناء بالفعل يعني لا يقتصر الاحتفال فقط على يوم الخامس والعشرين من إبريل ولا يقتصر أيضاً على وضع إقليل الظهور ولكن هذه الافتتاحات استمرت حتى اليوم اليوم أيضاً رصدنا احتفالات مختلفة وافتتاحات مختلفة شملت أيضاً مراكز شباب تحديداً كنا في قرية الرودة هذه القرية التي عانت من ويلات الإرهاب منذ ست سنوات تقريباً وفقدت القرية الكثير من رجالها ولكن بعد عودة الأمن والأمان لمدينة العريش ولشمال سيناء ها هي تزدهر مرة أخرى هذه القرية تزدهر بسواعد أهلها في حقيقة الأمر وأيضاً بتكاتف كبير بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والأهالي كيف هذا؟ عن طريق ابتداء هذا المركز تم وضع نشاطات مختلفة داخل مركز شباب الرودة ونشاطات ترفيهية وتعليمية للأطفال وحتى أيضاً هناك مبادرات مختلفة تثقيفية للشباب والرجال والسيدات بالإضافة لبعض الأعمال الحرفية والتي يتم تدريب السيدات في قرية الرودة على هذه الأعمال الحرفية والتراثية لإعادة إحياء التراث السينوي مرة أخرى لذلك أصبح من المؤتد ليس فقط الاحتفال التقليدي مثل وضع الظهور فقط أو حتى احتفالات فلكلورية ولكن أيضاً تنفيذها على أرض الواقع وتطبيق لبعض المشاريع التي تخدم بالفعل الأهل وتخدم في البنية التحتية وأيضاً في بناء الإنسان ثقافياً وتعليمياً بشكل عام هذه النقطة بعد ذلك اليوم كان يوم هام جداً في مدينة العريش لعودة مهرجان أو صباق الهجن إلى مدينة العريش وشمال سيناء بعد انقطاع دامة لعشرة سنوات هذا المهرجان له طابع خاص جداً صباق الجمال الذي يتم هنا في مضمار خاص به في مدينة العريش شارك في هذا المهرجان اليوم ما يقرب من أكثر من 20 قبيلة مختلفة من داخل مصر وخارج مصر بيئة الجمال بأعمار مختلفة من الجمال وبحضور كبير وزاري هنا في مدينة العريش وأيضاً وحضور كبير جداً وكثيف من الأهالي سواء أهالي مدينة العريش أو حتى أهالي المحافظات الأخرى الذين جاءوا ليشاركوا في هذا المهرجان هذا مهرجان الهجن في حقيقة الأمر يعني يستمر على يومين اليوم وغداً يتم توزيع الجوائز للقبال التي حصلت المراكز الأولى أو الثانية بجوائز مالية وتكريمات يعني يتم إعادة إحياء هذا المهرجان مرة أخرى داخل مدينة العريش وعندما تحدثت أيضاً مع الأهالي عن أهالي كريم يعني اسمحني هو طبعاً حدثنا عن فكرة العودة الثقافية والمادية هو حدث كبير جداً يعني عودة مهرجان أو سباق الهجن مرة أخرى للعريش ولسيناء هو حدث يعني كبير جداً يتم رصده الآن أشكرك شكراً جزيراً مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس كنت معنا من العريش ونتابع معكم الآن تفاصيل الأخبار الاقتصادية نعم وزميلة شروق عماد سلخير شروق أهلاً بك رجائي أهلاً بك إلهام أهلاً بحضراتكم وجولة اقتصادية جديدة شاركت البرصة المصرية في مؤتمر بناء أسواق المالية الإفريقية في دورته الحادية عشر والذي عقد هذا العام تحت عنوان إدارة المخاطر في أوقات الاتراب وصدافته برصة زيمبابوي شارك في المؤتمر لفيف من وزراء المجموعات الاقتصادية وعدد من كبار صناع القرار في الدول الإفريقية بالإضافة إلى مجموعة من خبراء الاقتصاد الدوليين ونقشت عدداً من الموضوعات الهامة من بينها متى استقلالية البرصات الإفريقية عن الأسواق العالمية والمخاطر النظامية الناشئة بسبب الممارسات المصرفية السيئة كما نقشت الجنسة تأثير معدلات الفائدة المرتفعة وتباطؤ الاستثمارات الأجنبية المباشرة على الاقتصاديات الإفريقية ودور أسعار الصرف متعددة المستويات أزرت الهيئة العامة لرقابة المالية القرار رقم 96 لعام 2023 بشأن مد مدة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات التي لها أوراق أو أدوات مالية بالبرصات المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة سيراً على الشركات المقيدة بالبرصات المصرية والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية وبمجب المدة الأولى من هذا القرار يسمح للشركات التي لها أوراق أو أدوات مالية بالبرصات المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بتقديم القوائم المالية الفورية أو الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2023 وذلك في موعد أقصى 30 مايو المقبل لعام 2023 أكدت الحكومة أن حجم التبادل التجاري بين مصر وأسواق القارة الإفريقية بلغ نحو ملياري ومئة وسبعة عشر مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري وأشرت الحكومة إلى أن قيمة الصادرات السلعية المصرية في القارة بلغت مليارا وستمائة وأحد عشر مليون دولار كما بلغت قيمة الوردات المصرية من القارة ثلاثمائة وستة ملايين دولار خلال الربع الأول من العام الجاري أعلنت الحكومة اليابانية أنها تستهدف جزب 100 تريليون يين أي حوالي 750 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر بحلول عام 2030 كما أعلنت عن استهداف المزيد من المواهب الأجنبية والعاملين عن بعد المعروفين باسم الرحل الرقميين كجزء من سعيها لتعزيز النمو الاقتصادي والقدرة التنفسية العالمية وتأتي هذه الخطة في الوقت الذي أكدت فيه تفشي كائحة كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا أهمية تبسيط وتعزيز سلسل التوريد للمكونات الحيوية وضمان الأمن القومي داخل اليابان التي تزيد تعزيز مكانتها كمركز للإنتاج والأبحاث مستفيدة من ضعف الين الذي سيكون بمسابة حافز بالاستثمار الأجنبي انتهت جولتنا الاقتصادية لهذا اليوم وعودة من جديد إليكم إلهام ورجعي شكرا لك شروق عماد على هذا العرب مشهدينا بأخبار الاقتصاد نكون قد وصلنا لنهاية هذه الجولة الإخبارية لم يتبقى فيها إلا التذكرة بأبرز ما جاء فيها من أنو الرئيس عبد الفتح السيسي يبحث مع رئيس المجلس الأوروبي بهود مصر للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في السودان الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العلمي ويؤكد تشجيع جهود إيجاد حل سياسي شامل ومستدام يحافظ على وحدة اليمن رئيس الوزراء يكشف عن تخصيص عشرة مليارات جنيه لقطاع السياحة ضمن مبادرة دعم القطاعات الانتبية ليصل إجمالي تمويل إلى 160 مليار جنيه للقطاعات المستهدفة انتهى تنشط السادسة في تمام التاسعة جولة إخبارية مجددة تأتيكم عبر شاشات التلفزيون المصري إلى الملطقة ترجمة نانسي قنقر